موسيقى الصفات الجميلة والصفات الإيجابية مو دائما هي الصح لازم نتعامل وياها بطريقة صحيحة حتى تكون صح مثل التواضع ومثل القناعة إذا زادوا عن حدهم راح يتحولون إلى صفة سلبية فالقناعة إذا زادت صارت كسل والتواضع إذا زاد صار ذل لذلك حافظوا على صفاتكم بالشكل المناسب وبالحد المناسب صباحكم خير يسعد صباحكم مشاهدينا وأكيد كلام بلال فعلا يمكن أغلب الناس تحتاج شوي تنبيهات في بداية الصباح يسعد صباحكم مشاهدينا وحلقة جديدة من صباحكم على اليو تي بي نبدأ مع آخر وأهم الأخبار بيعدكم خبر أول أخبار توقعت اللجنة المالية النيابية إقرار قانون الموازنة العامة في آذار من العام 2023 المقبل بعد أن ترسل من الحكومة إلى البرلماني ومن المقرر أن تتضمن الموازنة العامة تخصيصات لدرجات وظيفية جديدة بالإضافة إلى رفع عداد المشمولين في رواتب الحماية الاجتماعية إلى وزارة التخطيط التي وجهت بحسم ملفات خمس مستشفيات متلكة بالعاصمة بغداد خلال مدة أسبوع واحد وهي كل من مستشفى النعمان والنهروان والفضيلية والحرية والشعب وأكد وزير التخطيط محمد تميم أهمية إعادة النظر بالمكاتب الاستشارية ودوائر المهندس المقيم في هذه المشاريع بما يسهم في تسريع وطيرة العمل وضمان إنجاز مثل هذه المستشفيات التي تمثل قيمة تنموية واقتصادية وخدمية مضافة في خبر آخر أعلن سلطة الطيران المدني عن قرب تفعيل نظام النقل بالعبور الترانزيت في مطار بغداد الدولي خلال الفترة القريب القادمة بيان لسلطة الطيران أكدت إن صالتي بابل ونينوا ستكونان محطتين للنواقل الوطنية في البلاد في تنفيذ رحلاتها بالعبور على أن يتم استكمال جميع الإجراءات لخدمة النواقل الوطنية العراقية والمسافرين وتطوير آليات العمل في المطار أعلنت مديرية المرور العام عن تسجيل نحو سبعة آلاف حادث مروري منذ مطلع العام الحالي فيما إشارت إلى أن ارتفاع عدد الحوادث المرورية يعود لثلاثة أسباب هي السائق والمركبة والطريق المرور أوضحت أيضا أن الطريق لم يكن معبدا ويحتوي على التخصفات ولا يوجد فيه سياج أمني فإنه يتسبب أكيد بحوادث مرورية كما الحال مع المركبة التي لا تحتوي على شروط المتانة والأمان بالإضافة إلى القيادة بسرعة جنونية مشاهدينا هذه كانت آخر أخبارنا بيعطكم خبر خلونا نروح نشوف شنو أخبار التقص لهذا اليوم ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ومن توقعات درجات الحرارة إلى حركة السير وازدحابات الشوارع في العاصمة بغداد خلونا نروح نشوف حركة السير في العاصمة بغداد لصباح هذا اليوم ونرجع لكم إذن مشاهدينا الآن نروح للحظات جميلة وهادئة مع الخضار والبستان الورود من هذه الفقرة لنبأ الفارس ترجمة نانسي قنقر داخلي ظلي واللي هو نبات الفيلودوندرون نوع البيركن أو الاسم الثاني إلى الموجة البيضاء طبعا موطنا الأصلي هو البرازيل هاي النبتة تعتبر من النباتات الجديدة والحديثة بعالم النباتات اللي اكتشفوها مؤخرا طبعا هاي النبتة يفضلها أكثر مصممين الديكور بالمنازل أو بالمكاتب لأن تنطي جمالية وتكمل الديكور يتميز البيركن بشكل كلش مميز وجذاب مثل ما شوفون هنا تتميز بأوراق خضراء مخططة بلون الأبيض طبعا هذا اللون كلما تكبر النبتة كلما يتغير هاي الخطوط يعني راح تحسون شكلها يتغير بين فترة وأخرى وهاي الخطوط تتغير حسب عمر الورقة وطبعا كلما تكبر النبتة الأوراق القديمة راح تكون لونها أخضر كلما تكبر النبتة وتطلع أوراق جديدة تبدي الخطوط البيضة تبرز وتكثر أما العناية بهذا النبات فهذا النبات من النباتات نوعا ما مقاومة بس إذا اعتنينا بيها بشكل جيد هذا النبات يعتبر من النباتات أيضا البطيئة النمو فرح نخليها بأي جزء موجود أو ركن موجود بالبيت ما رح نهتم لأن هي بطيئة النمو بالنسبة للإضاءة تحتاج إلى إضاءة نوعا ما قوية فهي أما تكتفي بإضاءة البيت أو قريبة من يم الشباك بعيدة عن الشمس المباشرة بالنسبة للرطوبة تحتاج إلى رطوبة عالية توصل من 60% إلى 70% رطوبة فننتبه كل شيء إذا البيت ما بي رطوبة ممكن رشها كل يومين إلى 3 أيام بالمي بالنسبة للرأي هذا النبات ما يحب المي الزائد عن حاجته فننتبه للرأي المنتظم يعني من الجف سطح التربة تماما أنا أسقي بس ما أسقي كل شهواية أو أتأكد من السندانة أن تكون جيدة للتصريف يفضل التربة تكون جيدة للتصريف يعني ممكن نخبط البتموس ويالبرلايت فرح تكون أفضل تربة له أما التكاثر فهو يتكاثر بالعقل الساقية يأما عن طريق الماء أو عن طريق غرسها بالتربة مباشرة ورح يطلع عنا نبات جديد ويفضل زراعتها بفصل الربيع والصيف هذا أفضل وقت للزراعة له ولحنا وصلنا الختام فقرتنا لهذا اليوم وهي نبات البيركن خلونا نرجع للستوديو شكرا جزيلا نبات الفارس شكرا لكل هذه المعلومات الحلوة لصارت صراحة مهمة لكل شخص وممكن عندنا نبات داخل المنزل مشاهدين باقي يوم كاملين وياكم راح نروح إلى فاصل ونرجع لكم في كل لحظة يتطور العالم ويتغير ويعود سبب هذا التغير بالدرجة الأساس إلى التطور العلمي والتقني اللي انعكست آثار على كل مفاصل الحياة وسهلت أمور كثير من الناس والتي منها التقنيات العلاجية بمختلف الاختصاصات الصحية مثل كل التخصصات العلمية والطبية نال طب الأسنان نصيبه من التطور الرقمي المميز وكان طب الأسنان الأسرع في استغلال هذا التطور وتحسينه وتطبيقه لراحة المرضى وسهولة العلاج أيضا طبعا من ضمن هذه التطورات هي استغلال العالم الرقمي أو استثمار العالم الرقمي للحديث في طب الأسنان وحتى نتحدث أكثر عن هذه التقنيات وعن طرق الحديثة للعناية بالأسنان وعلاجات المشاكل ويانا اليوم دكتورة ضخ حسام الرائح وسلام بيتش أهلا وسلام بيتش شونش دكتورة؟ خير الحمد لله الله سلامك طب الأسنان شونه بالعراق؟ زين سلام عليك نشطين انتو كلش لازم هيتي ليش؟ لذات الطب الأسنان يعني يتطور بشكل مخيف خلال العشرة عشر أو عشرين سنة الأخيرة والتطور كلش بيفائدة للطبيب والمريض وبس حلو أنه يعني نشوف هذه الشريحة من الأطباء اللي هم أطباء الأسنان ينافسون عالميا بالضبط يعني من أكثر المجالات الطبية وطب الأسنان اللي يواكب باقي العالم يعني العراق بالذات العراقيين كلش يواكب مو بس هيش دكتورة يعني صراحة اليوم صرنا نشوف الطبيب صر موجود على أرض الواقع بشكل فعلي مو فقط بالعيادة يعني اليوم أنت صرتوا موجودين إذا ما تقدمون ورشات أو دورات فأنتم ممكن تروحون تستفادون من أماكن ممكن خارج العراق أو حتى داخل العراق صرتوا موجودين بالمؤتمرات صرتوا موجودين بهوائي أشياء عززت موقفكم أكثر هذا التواجد هو جزء من التطور أيضا صار؟ هو جزء من التطور بس أكو شغلة ثانية أنه كثرة الأعداد الأطباء الأسنان خلت يصير هذا التطور وهذا التمييز يعني حاليا اللي أريد يبرز بمجال طب الأسنان لازم يسوي شيء مختلف مو بس فاتح عيادة ويشتغل لازم يطور نفسه لازم مؤتمرات لازم يبرز عن مجال الأكاديمي مو بس المجال يعني العملي والشغل لأنه أعداد كل الشبيرة هالسحاليا للخريجين فيعني اللي من يبرز بهذا المجال راح يندفع نروح اسمه حلو البعض يصور أنه طبيب الأسنان عندما يخلص الجامعة خلص بعد يعني هو أنهى كل شيء ومجرد يتوجه للعيادة ويمارس عملية العلاجات وهذه التفاصيل وهذه فكرة خاطئة يعني هو يقدر يفتح عيادة ويشتغل بس إحنا عدنا بعض دراسات عدنا ماستر عدنا دكتورة عدنا سبسبيشاليتي حالنا حال أي مجال طبي بس الفرق أنه إحنا الطبيب العام ما يقدر يفتح عيادة ويمارس مهنت إحنا ولا التخرج نقدر نفتح ونمارس بس يا ريت تحكينا عن الأشياء اللي خاصة الدورات المستمرة اللي يدخل بيها طبيب العسنان بكل تفصيل من تفاصيل طبيب العسنان هي كوما أكو شغلات يعني إحنا مثلا بالكلية درسنا شي بايسيك اللي هو ما لقبل ستينات وسبعينات منذ تخرجنا عرفنا إنه أكو شغلات متطورة شون تواكبها هاي إحنا ما ماخذيها بالكلية شون تتوفر أحسن خدمة للمريض لازم تأخذها كدورة يعني سواء بالعراق أو خارج العراق فهي يعني منها المجال يعني كوما تسمع أنه أكفة شي جديد ينزل شي جديد لازم يتواكبه بالذات هس المواطن العراقي عنده ثقافة بهذا المجال مرات يجي هو يطلب شيء يعني مفروض هو ما يكون سامع به من مجال الطبي بس يعرفون كل شيء يعرفون هاي الإنترنيت سوشيال ميديا فلازم أن تتواكب هذا التطور حتى تحافظ على مستوى العمل عندك طيب التطور اللي صار بخصوص الأشياء اللي داخل العيادة خلينا نتحدث أكثر عن الأشياء اللي لازم تكون قريبة من إيد الطبيب واللي هي لازم تكون موجودة يعني أجهزة الأجهزة بالضبط والتقنيات كلها أو الأشياء اللي ممكن تكون بالفحص اليدوي شلون هذه الأشياء دخلت للعراق هل هو بسبب هذا التطور أيضا أو بسبب متابعتكم أنتوا أساسا لكل ما يحصل خارج العراق لا هو كي بسبب التطور يعني إحنا متابعين بس شون نحصلها إذا مو هي واصلتنا للعراق أكو مستثمرين أكو ناس ده تشتغلوا بهذا المجال ده يجيبون كل شي جديد من بره وده يتوفر للطبيب مثل الطبعة الرقمية ديجيتالسكان اللي صار موجود بأغلب العيادات بالعراق إكس راي البورتابول اللي هو قبل كان جهاز الأشعة فد جهاز شبير ينشد غرفة وحد وبالعيادة وفد يعني كل الشبير هس عبارة عن جهاز مربع صغيروني بورتابول إشعاعه قليل أضراره قليلة على المريض وعلى الطبيب وسهل الاستخدام ها كل هذا التوفر إنه يعني من من خارج لتجينه حلو شنو اللي يضاف اليوم طبيب الأسنان أهميته شنو ضافها للناس يعني شو سابقاً كانوا مجرد يشلع سن طبيب الأسنان أقوى شيء يعني ما ما يروح الطبيب الأسنان بس من السن يوجع يريد يشلع أصلاً اليوم شنو اللي يضاف شنو التغيرات اللي صارت كل شيء يقدر يساوي طبيب الأسنان يقدر يزرع سن يقدر يحافظ على سن ما ينقلع يقدر يعني على سبيل المثال كانت قبل أكو أدوات حشوات الجذور إذا تنكسر داخل الجذر خلص هذا السن بعد ما لحل زين إنه عبارة عن فتشي بالمليمات بقدر الشعراية تنكسر داخل جذر السن يعني فمن يوصل يطلعها بالضبط ومرات تنكسر بالجزء الأعمق من السن اللي هو يعني بالجذر نفسه زين هسا حاليا هاي اتطورت أكو هسا حاليا يعني أخصائي حشوات جذور وبطرق معينة أدوات معينة يقدر يطلعها لوين ما فايتها هاي القطعة الصغيرة ويرجع يكمل علاجه السن مثل ما كان فالقلع صار حل أخير جداً إلا اللي كلش ما بي أمل يلا ينقلع كل شيء صار متوفر وعلاجه سهل كل اللي اتحدثت بي هو خالي من الألم وهذه صراحة الطموح كل شخصية تخلي عيادة الأسنان واني منعدهم يعني إنه رجعاً اشتغلوا لكل شيء بس بدون ألم ما هو لازم تحدرنا نوصل هاي تشكة بالله منتين منعدها يعني أنتوا أصلاً حاطيها يعني حتى لو ما تحتاجوا فهي لازم تشعبوني ما أعرف ليشه المريض مرات يرتاح من يشوفها أكو مرات علاجات ما تحتاج بنج يعني مرات يجي المريض أقول لي ما يحتاج بنج ما بي ألم لا دكتورة ضربيني أنا أرتاح ضربيني أبرا أرتاح حس خلاص بعد ما تألم هي بالضبط يعني نفسي يرتاح أنه خلاص مبنج يعني حتى لو أكون نسبة ألم بسيطة ما حيحس بيه فهي الضروري موجودة هو ضروري هو لازم يشوفها لما ندخل هذه الأشياء التي تحدثت عنها أنه هي أيضاً تخفف الإلم على المريض ماذا قد هذا الشيء صار اليوم صراحة كل شيء مهم وكل شيء أنا أقول علي أنه هو إنساني جداً صراحة بالضبط هسا ما قلت لك المريض يعني إذا يشوف كل شيء خارج العراق فمن ذا ييجي العيادات إذا يريد أحدث شيء وأحسن شيء يريد أبرا بدون ألم بدون نيدل مثلاً هاي الأبرا الجديدة يريد الدجتالس كان يدور كل شيء حديث ومريح هو من حقه الشيء أنها كلها أريح للمريض والطبيب نحن هنا نتحدث عن التطور صار بكل تخصصات الأسنان يعني إحنا نعرف أنه طب الأسنان هو بالعديد من التخصصات اليوم صار أكو تخصص لكل طبيب يعني اللي يشتغل تقويم اللي يشتغل ممكن ابتسامة اللي يشتغل تجميل هذا التطور أكو في التخصص سبق تخصص له لا لا هو التطور بكل مجالات يصير حالياً لا بس حتى الناس تعرف هو أكو طبيب شامل طبيب أسنان شامل هو طبيب شامل طبعاً هو الشامل أساساً إحنا من نتخرج نمارس كل الأقسام مالتنا بالإقامة القدمة بالإقامة وبالتدرج نمارس كل الأقسام فالطبيب يقدر يسوي كل شيء بس أكيد اللي يحط تركيزه بشغلة معينة راح يثبطها ممثل اللي يمركز على كل المجالة يعني هو بالكلية ماكو ناس تدرس تقويم نعم ماكو تتخصص كلية عامة نطلع مخلصين كل شيء ونشتغل كل شيء يعني ماكو تخصص بمارحلة الجامعة لا 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 ماكو بالكلية وراء الكلية يجب التخصص بماستر ودكتورة ودبلوم يعني حال حال أي كلية تختص بمجال معينة بطب الأسنان لعدين يقولون أنه الطبيب لازم يختص بجزء من هذه الأشياء ما يقدر الطبيب يمارس كل هذه الأمور بشكل يعني عالي المستوى ما هو أنا جاوبتك هسا على هذا السؤال نحن نقدر نمارس كل شيء من نتخرج بس أنت من تركز اليوم على شغلة معينة أظل مثلا على سبيل المثال خط اللي يظل يخط 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 فتسنتين ثلاثة وتتدرب إذا أكيد ما راح يتقن الخط مثل اللي مثلا عنده شغل ثاني صح فأنت كلما تركز على شغلة وحدة راح تتقنها أكثر من غيرها فحاليا هو أنه الأحسن أنه كل واحد واختصاصه كل واحد والشيء اللي هو هاوي أو مفضله راح يتقنه أكثر من غيره يبدأ يدخل به دورات يبدأ بالدورات أو دراسات أي أن كان يعني الشيء اللي هو مطور به اليوم موجود العنصر النسوي صراحة بطب الأسنان أو بالطب بشكل عام صار كلش إلى حضور صراحة ملفت جدا يعني إحنا ما نتحدث فقط عن العيادة ممكن أنه هي موجودة بعيادتها إحنا نتحدث أكثر عن أرض الواقع إذا كان بالمؤتمرات إذا كان بالندوات إذا هي تنطي أو أنه هي تأخذ ندوة أو دورة أشقد هذا الشيء صراحة اليوم صار مهم وهو جزء من التطول اللي نتحدث عنه حاليا طبعا طبعا أرض أوجه شكر للدكتورة وسن المعيني هي من أول الدكتورات اللي بدأت بهذا المجال يعني كفيمية للبنات إنه حاليا هي كانت محاضرة محاضرة عندها يعني بمؤتمر دكتور رافع الجبوري فهي يعني هي كانت خلينا نقول القدوة للبنات اللي بمجال طب الأسنان حلو وهذا مهم الموضوع طبعا وهذا مؤخرا صار يعني خلينا نقول بآخر 20 سنة بآخر 15 سنة أو 10 سنوات صار أنه الطبيب العراقي هو اللي ينطي محاضرات هو اللي يقوم بدور الأستاذ وهذا مهم احنا خلينا نقترب أكثر من المؤتمرات ونأخذ آخر مؤتمر صار في بغداد اللي هو سمي باسم الدكتور رافع الجبوري اللي هو أول نقيب أطباء أسنان في العراق بعد 2003 دورته الخامسة شاركت بالمؤتمر عدد من الدول العربية والأجنبية وسعى المنظمون إلى تبادل الخبرات بين أطباء الأسنان العراقيين ونظراءهم من الدول المشاركة خاصة أن العراقي يشهد تطور تقني وفني كبير في مجال طب الأسنان علي مروان كان موجود بهذا المؤتمر جاء بنا هذا التقرير اللي يميز هذا المؤتمر وجود محاضرين أجانب وعرب وعراقيين ويقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل وأيضا يتواجد العديد من الشركات العالمية في المعرض تعرض آخر التقنيات والأجهزة بالنهاية يتواصل طبيب الأسنان العراقي ويأحدث التقنيات وأحدث ما وصل العلم في مجال طب الأسنان أيضا اليوم لدينا أكثر من ألفين مشارك من أطباء الأسنان من مختلف محافظات العراق بالإضافة لمشاركة عربية للنقابات العربية لأول مرة من أكثر من عشرين سنة لم يحضر إلى بغداد مؤتمر الدكتور رافع جبوري الدول الخامس في هذه النسخة بعد انقطاع ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا اليوم عدنا وبقوة ومشاركة أكثر من أرباطاش دولة عربية وأجنبية بين محاضرين بين وفود عربية مقابة أطباء الأسنان في الدول العربية حضروا إلى بغداد لمشاركة زملائهم أطباء الأسنان في العراق في حدثهم هذا العلمي الكبير طبعا في هذا الحدث هناك في كل نسخة نقلة نوعية لتطوير مهارات أطباء الأسنان هناك حداثة في المعلومات هناك مواكبة آخر تطورات مهنة طب الأسنان في العالم نفتخر أن العراق يسبق باختناء أحدث الموديلات وأحدث الأجهزة المتطورة اليوم الشركات العالمية في إصدارها الأول أول نسخة تنزل بالعراق هذا كله يعود إلى طموح طبيب الأسنان في التطور اليوم معرضنا من جميع الشركات العالمية الرصينة تقدر تشوف المعرض بأحدث الأجهزة فيما يخص مهنة طب الأسنان المؤتمرات في طب الأسنان هي الفرصة الوحيدة اللي بتجمع أطباء الأسنان أنه هم يتعرفوا على الجديد في طب الأسنان لأن الطب الأسنان ده علم حديث ومتطور وكل يوم فيه جديد وبذات التطبيقات الرقمية في طب الأسنان فما فيش فرصة أنه نحن نتعرف على المحاضرات أو التقنيات الجديدة غير بوجود مؤتمرات ومحاضرين أجانب يعني من خارج العراق عشان تبدل الخبرات وتبدل المعلومات فهي ذي الفرصة اللي بتجمع فيها كل أطباء يعني النحية طبعا الإجتماعية والنحية العلمية دي لتأسية بالذات المؤتمر ده يعني لذكرى شخص عزيز علينا جميعا الدكتور رافع الله يرحمه فهذه فرصة مناسبة جميلة جدا لنا يعني نحننا هذه الموتار مماريس تقطب المحاضرين الأجانب والعرب من الدول الشقيقة بالتالي راح يصير تماث مباشر معه التطور اللي دايصير بطب الأسنان بين خارج وداخل العراق وبالتالي طبيب الأسنان راح يرتقي لمستوى المهني والعلمي وهذا الشيء يعود بالإيجاب على مهنة طب الأسنان بالعراق شكرا جزيلا علي مروان وأكيد أهلا بكل الضيوف اللي كانوا موجودين من الدول العربية وأكيد احنا نفتخر والدول الأجنبية أيضا احنا كل شي نكون ساعدين بكل الضيوف وتحديدا هذا الحدث المهم اللي صراحة كل أطباء الأسنان يمكن هذه كانت فرصتهم للقاء والتعرف وتبادل الخبرات اللي كان برعاية نقابة الأطباء العراقية شكرا جزيلا وكذلك لكل المنظمين والقائمية شكرا جزيلا نرجع نكمل حديثنا وياتش دكتور ضحى صراحة اليوم احنا صرنا محتاجين نثق أكثر بطبيب الأسنان هواية ناس يروحون لأطباء الأسنان يمكن هو شوية مترددين حتى لو ممكن ان هو معروف شغله شقدزين بس شلون تعززين ثقة المريض ان هو راح يطلع لا خلص يمكن عنده ألم بسيط أو الحشوة مضبوطة تماما ما ممكن انه تأذيب بالفترات القادمة او هو يعني شغل يكون بالأسنان يعني هي تعتمد على شخص الطبيب أساسا يعني هو بواحد بس يفوت للعيادة اذا يحتشوها كلمتين ثلاثة راح يرتاح له ويثق بشغله خلص واكيد هي مع التجربة يعني ما تفيد انه هؤان يقولولي فلان طبيب زين او شكله موسوق لازم اللي يجرب المريض يما مرة يرتاح هذا شغله يلا راح يثق بي وصير يعني علاقة ثقة بينه وبين المريض حسا شوي نعتب لو لا تفضل ما عندك عساسا معنا ليش طبيب أطباء الأسنان هواي من الأطباء صاروا يتجهون للتجميل حقا بوتوكس وفلار صراحة ضد هذا المجال كل الشيء احنا طباء يعني حرامات صراحة طبيب الأسنان يعني مع احترام لي كل الاختصاصات احنا نجي للواقع انه طبيب الأسنان هو يعني عنده لمسة فنية بهذا المكان بالذات لانه احنا اكثر ناس ندرس هذا يعني خلي نقول الثلثة لا لا ما هو صار على كل الوجه يعني هو نوعا ما يعني شغلنا خلي نقول بس يعني هي فلوس حلوة بكل صراحة يعني هذا الجواب فلوس حلو فهي تخليه يضطر انه يترك الأسنان والعالم هم توجه حاليا للتجميل يعني صار رهت تجميل أربعة وهتبة طويلة يعني هبت شبيل الأسنان هم تجميل يعني الأسنان والابتسامة كلها تجميل بذيش أسهل وأسرع لا انت هسا من تطلع للشارع تشوف تسعة من أصل عشر بناتم ساويات فلر صح بينما واحد من أصل عشرة يمسوا ابتسامة وأقل أقل فالتوجه للتجميل حاليا هو أكثر من تجميل الأسنان يعني إذا انت ضد 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 انه انت تشتغليه وضد أيضا انه انت تشوفين بقية الأطباء انه هما تخصصهم طب الأسنان ويعملون بتجميل صار هسا قليل طبيبات أسنان اللي يشتغلون أسنان يعني ليش يعني أنا أحب هذا المجال ليش داع أروح الغيرة ما عرفنا شنو تخصصي بالضبط دكتور أنا بعدني مدرسة اختصاص بس سرتفيكاتات هاي طبيعي يعني عشان تقويم شفاف تجميل الأسنان فينير ابتسامة كلها هاي مخطبية سرتفيكاتات نعم اليوم ببساطة الصحة الأسنان صارت هي مطلوبة من الجميع من بداية خلينا نقول من الأطفال من وحلط الطفولة شوكت لازم العناية تكون أكثر شديدة بتقدم العمر يعني ممكنين نبلش من الأطفال لازم تبلش من أول سن يطلع للطفل نحن نسميها يعني هاي أكو تسوّس يصير مع البيبي بوتول فيدينج اللي هو هذا اللي تصير الأطفال اسنونهم سودة كلها هذا يبدي من أول دقيقة أول لحظة يطلع بها السن أنه لازم يتبدي الأماية تمسح لأسنانه وراء ما يرضى عن مما يكمل المما لأنه إذا ينام الحليب على أسنانه راح يصير هاي الحالة التسوّس مشاكل يصير فهي تبدي من هاي الأيام أنه تبدي تمسح لهيا الحال ما يعبر السن والسنتين تبدي شوية شوية يعني تفرش له وتعلم على الفرشة وتستمر وراها أتمنى يعني يصير هذا الشيء آني والله يعني ننصح بس العالم شي نسوي والله العظيم يعني ما أدري بالصراحة ما سمع أمها تيجي يساون للأوان هذا المطبئ هذا صار تطور صار أكو طبعا طبعا يعني الفتاح بالمناسبة يعني إحنا طب الأسنان عندنا تقريبا مو قديم بالعراق إحنا أول كلية طب الأسنان أول دفعة صارت 53 بلشت يعني دخلت للكلية سنة 53 وطب الأسنان القديم ومثل طب الأسنان الحديث طبعا بس بصراحة بس هو بلش بأطباء مهمين طبعا بلش كلية يعني جامعة بغداد بلشت بقسم طب الأسنان من سنة 53 بأطباء حتى من بريطانيا ومن بقية الدول الأجنبية وقدرت تخرج أول دفعة تقريبا ما يقارب بين 28 ولد شاب و10 إلى 15 ابنية يعني تقريبا مقارب للخمسين طالب أول دفعة تخرجت بكلية الأسنان كلهم حاليا أساتذتنا وبعدين صاروا هما أساس وبدو هم يدرسون ويحاورون بس أردت على المؤتمر يعني صراحة النقابة تقدم أشياء مهمة ويعني حتى تختلف عن بقية النقابات يعني مرات نحسدهم صراحة لأنهم فعالين ويطبيب الأسنان ومؤتمرات خاصة من زمن دكتور رافع من زمن دكتور رافع وحاليا دكتور وبكر يعني هم معايفين طبيب الأسنان مؤتمرات عندنا باستمرار سواء داخل العراق أو خارج العراق وكل عنده هوية نقابة وكل عنده هوية نقابة ويعني بس يفوت للنقابة اللي يريد يصير حلو يعني كلش أكون مساعدة شنو الأشياء اللي فادتكم خاصة أنا شفت يعني خاصة في هذا المؤتمر شفت أكون محاضرين عراقيين أطباء شباب بعدهم يعني خلينا نقول مو بعمر كبير بالضبط أكون محاضرين شباب وأكون من ضمنهم يعني داي حاضرون بغير دول داي حاضرون بالبرازيل داي حاضرون أي يعني هاي النظر اللي حجينا عليها بطب الأسنان حلو يعني تشوف هو اللي يحاضر داي يطور نفسه داي وصل مرحلة مستويات عالمية ويأطباء عالمين وهو بعد مقتبل العمر عشرينات يعني حلو نعم ضحى صراحة يعني الموضوع دائما يكون يعني بهوائي أشياء وهوائي سوال فذا نريد نتحدث عن طب الأسنان وأكيد طباء الأسنان ما يقصرون دائما وأبدا تبقون أنتو اللي تقدمون دائما أفضل الأشياء كل شخص ممكن يعاني من الشيء دكتور رضو حسام الرأي سعيدين بوجودتي اليوم سعيد شكرا جزيلا مشاهدينا يتمنى لكم أكيد الصحة والعافية والعناية أكيد بالأسنان باقين ومكملين وياكم راح نروح لفاصل ونرجع لكم موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد مكملين باقي فقراتنا ووصلنا إلى تواصل راح نتبع وياكم أهم ما تداولتها السوشال ميديا بقويانة موسيقى موسيقى أبرز الفيديوهات التي دولتها السوشال ميديا مواطن من محافظة ديقار هو يحتفل بإنشاء المجاري بمنطقتهم وقام بنثر الشوكليت على عمال البلدية وآلياتهم احتفالا بعد طول انتظار الفيديو لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل وأغلب التعليقات كانت تستغرب من وصول العراقيين إلى هذه المرحلة لدرجة الاحتفال بتقديم خدمة التي هي من المفترض أن تكون موجودة بشكل طبيعي دعونا نتابع الفيديو موسيقى 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 طبعا العزايم موجودة بكل البلدان ونسمع بها دائما وهي العزيمة لها وقع خاص بس أكو عزايم شوية تختلف هالمرة هذه العزيمة الفخمة كانت للقردة ضمن مهرجان القرود السنوي بمدينة لوبوري وسط تايلند بهدف اظهار الامتنان لهذه الحيوانات لها دور كبير بتنشيط السياحة بهذه المناطق وسط حركة المرور الصباحية في المدينة وضعت تماثيل لقرود تحمل سواني خارج ساحة مجمع المعابد الثلاثة القديمة الشهيرة بينما أعد متطوعون طعاما عبر الطريق نعم وركضت حشود من قرود المكاك ذهابا وإيابا وكانت تتشابك على الطعام مع بعضها وأحيانا وتزايدت حشود الزوار والسكان المحلي لمشاهدة المهرجان حيث تعد القرود رمزا لمقاطعة لوبوري نتابع نتابع definitely even if you wasn't going anyone yeah ja yeah 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 what في أجواء كأس العالم بقطر كل يوم نشوف فيديو مختلف للجماهير يوم أمس دولة مواقع التواصل فيديو لمسافرين وهم يتابعون مباريات كأس العالم أثناء انتظار رحلات سفرهم بمطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوح وظهر عدد من الأشخاص في الفيديو وهم يسترخون في مكان خصصه المطار لمتابعة مباريات كأس العالم بطريقة غير تقليلية ممكن تتابع المباريات وانت مستلقي تنتابع حاليا مثل ما نشوف الفيديو يعني بكل رياحية تامة ممكن انت تشوف المباريات طبعا أكيد بمختلف قومياتهم وأديانهم أكيد هم جايين متوجهين إلى كأس العالم أو لحضور المبارات وممكنهم غادرين أو وافدين طبعا تثبت أن الرياضة بكل مرة أنها جامعة للشعوب بمختلف قومياتهم وأديانهم وتوجهاتهم الفكرية فضلا عن ذلك فهي تذهب أو تهذب النفس وتنمي القدرات خليكم لينا وموضوع يهم الناس ويهم الرياضة يمارس عدد كبير من الشباب والشابات بمختلف الأعمار يمارسون أكيد مختلف الرياضات ولي منها رياضة كمال الأجسام التي تلاقي إقبال كبير من المهتمين بالحصول على أوام ممشوق وبنية جسدية قوية وفي سبيل هذا يتجه أشباب إلى صالة الرياضة لغرض حرق السعرات وبناء العضلات أيضا لكن بالنسبة للبعض التمارين والنظام الغذائي المتزن غير كافي فيتوجه إلى استخدام ما يسمى بالمنشطات الرياضية أو الهرمونات ما هي هذه الهرمونات وهل يجوز إدخالها إلى الجسم بهذه الطريقة ومتى تكون ضرورية الأسئلة كثيرة والإجابات راح نسمعها من كابتن صفاء محمد الفرطوسي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك كابتن أهلا بك شونك كابتن؟ والله الحمد لله شارلا متمرن من الصبح؟ لا حديث ما من الصبح هو المفروض الرياضي يتمرن من الصبح بس لين برنامج؟ تمارين مقاومة وتمارين حديث لأن تحتاج عدد الأجبات حتى توفر شارات الطيقة وتتمرن ممكن تلعب تمارين هواية فقط الصبح حلو احنا اليوم موضوع عن الأشياء خلي نقول اللي يصير ولم يصير ايه هو أكو شي يصير وأكو شي ما يصير؟ هو أكو شي ما يصير ايه بس جاي يصير بزارة كلها جاي يصير بباقي كل الدول تقريب احنا نحكي بواقعي ايه هسا اللي يدي يلعبون حديد ويتمرن حديد هو المشكلة من يدخل للجيم طمام بعد يندفع ايه يشوف الوضع يشوف الأجسام يشوف الأوزان هنا بعد يدخل بالموت لأسف انه مو بس هذا حتى بالسوشيال ميديا يعني تدعي تروج او الناس فقط عبارة عن مظاهر لما نشوفها شاب صغير يريد يصير هي شي يعني نشوف جسم حلو حتى البنات لما نشوف وحدة جسمها حلو شكلها تبدي تتجه العمليات تتجه لها فهي نفس الموضوع بالنسبة للولد واستخدام محسنات الأداء اللي هي عبارة عن هرمونات ومنشطات اللي منتشار لنا بلعبات كماسية حتى نعب أكثر، هيو الهرمونات هي مشتقة من هرمون الذكوره التستاثرم استخداموها حتى يزيد الأداء الرياضي التستاثرم هو المسؤول عن البناء العضلي هو غير يخلي المبني مطبن عضلات والولد يبني عضلات فيبدو يخدم جراءات عالية من هذو الهرمون حتى يبني الكتلة العضلية اللي يشوفها هو مناسبة هو سرعة عدة سرعة هو مشكلة هي يضطيطي بسرعة يطيف الشكل. مع الأسف يعني أنت لما راح تستخدمها صحيح الجزء تحصل نتيجة. مؤسسة اللي سمعك يقول لك كافتني يعني شوان أقدر أوصل لجسم معين بدون هذه الهرمونات. تقدر ماكوش يسمونه تقدر. لما انت بتلزب نظام غذائل فترة طويلة. لما انت تتمرن يومية تمرين قوي. لان مع الأسف لما نستخدم هذه المواد يبدي يتمرن هو الصدق فيشوف نتيجة. مع العلم أنه ممكن يتمرن نفس التمرين اللي جاي يستخدم هو اللي ما جاي يستخدم. نتيجة. أنا أقول لك لما تستخدم هذه المواد راح تطيك نتيجة أسرع. نتيجة ما تقدر توصلها كشخص طبيعي. لكن بالنهاية لها مضار والسايد افكت بالحبل يعني. نعم. كافتني المشكلة ليس بالمكملات. بقدر ما المشكلة بطريقة أخذها وأوقات أخذها. وللعمر المناسب. أخوةي ناس صارت تتخذ المكملات أو تأخذ الهرمونات أو المكملات. لن نفصل. الهرمونات أكيد واحد والمكملات واحد. المكملات هي أطار أنها. بس إذا زادت عن النسبة المطلوبة بدون متابعة مع التحاليل. احتي لي على المشاكل. الهرمونات للمكملات. لا لا المكملات ما بيها مشكلة. المكملات. طبيعي. عندما تشترين الباح يجب أن تستخدمها الصحيحة. بس هي المشكلة بالهرمونات التي تحربت كل الجسم. الهرمونات هي مواد محظورة. تتعاملها معاملة المخدرات. ممنوعة. عندما تجد لازم أن تستخدمها. بالضبط لك ملزوم أن تأخذ مخدرات. هي مواد ممنوعة. لا أسعب حتى مو بس برياضات كما على الإسام. كل الرياضات تقريبا بها استخدام هذه الهرمونات. لأنهم لا يستخدموها لهدف تحسين الأداء الرياضي. لكي شخص رياضي. للأسف يعني معظم هذه الرياضات لازم تستخدم بيها. هناك رياضات أصلا متطر على البال. مثلا رياضة الشترنج. الناس تستخدم بها هذه المواد. هناك مجموعة من النشطات التي تخفض نبوات القلب. فبالتالي تطيق تركيز يكثر. لأنه عندما تعرف الشترنج سيكون متوتر. وما تعرف الجزء الخطوة الجاية ستلعبها. هسا نستغل الفرصة ونستثمر الفرصة أنه يعني مثلا آية والبنات بشكل عام. تمام. يعني يخلطون. دعنا نفرق. احشينا على المكملات. احشينا. ما هي المكملات؟ فيتامينات ومعادن تقسم عدة الماء. فيتامينات ومعادن ومكملات المغذيات الكبرى يسمى مغذيات الصغرى. مغذيات الصغرى اللي هي الفيتامينات المعادن ومغذيات الكبرى البروتين الكارب الدهون. يعني البروتين لما تستخدموا منتج بروتين. عندي تشتي بروتين. واحد من مغذيات الكبرى الأشراسية. أنا أهم شيء أتابعها يعني وأنا أتمنى يعني وهي شيء يكون الأفضل. أنه أنا أتابع صراحة الفيتامينات. يعني إذا صار نقص في فيتامين أكيد رح يؤدي إلى خلل واضح. فالأفضل أن واحد أساساً يتابع الفيتامينات إذا كان أكون نقص أو زيادة. هذه لما تمشي عن نظام صحي بخضروات تعرضين للأشعات الشمس حتى تحصل فيتامين دي. نظامك يعني ما بأكل غير صحية أو دهون مهدرجة أو مشبعة. التبديد يعني. لا أنت ليس بوقع وليس. لا، هو قال أكل صحي. يعني هو الأكل الصحي. لا يكون ما بيدهون. لا ت Heroes لا يكون لو يكون مو مضر. فرقة دهون. فرقة دهون. فرقة دهون. دهونجاً يقولك. وهي الدهون الأنواع. هل هي دهون المشبعة. دهون الأحاديق الغير مشبعة. الدهون المتعددة. كلها كلها. ودهون المتحولة. المتحولة والمشبعة نحاول نبدأ عنها. يعني متحولة جميلة بمشاكل كوستغرسة عندك الحادية غير مشبعة والمتعددة التي هي مثل الأوميغا 3 المتعددة والتي موجودة بالأكل الصحي والبيض أو أكوناس حرق الأيض عندهم أسرع يعني ذلك موقفهم أم أدعيت له مع المشكلة يعني هي هذه المشكلة أكوناس تستخدم هذه المنشطات بس حتى تصل على الأيض يعني أكويتي منشطات أساسها المواد الغد الدرقية حتى D3 يأخذوا على مودي سرع T3 اللي هو يسمون السايتوميل هم مواد منشطة محظورة يعني أكل ليفوثيروكسين اللي يصفوه الدكاترال T4 اللي هو المصاربة أحد تستخدمها بالصديقات بس هم ممكن يوقف غدثك الدرقية إذا لم أعرف التعامل صح والسايتوميل كذلك هي المشكلة هي استعمال بشكل غير صحيح كابتن يؤدي إلى هذه النتائج أكيد هي المشكلة هذا المجال منشطات يعني ما عديش مصادر تترجعين لها كلها عبارة عن اجتهادات شخصية أحنا أصلا ما عدنا مراكز طبية مثلا مختصة بكمال الأجسام ما هي ماكو أمر غير أخلاقي إنك واحد تسوي عليه دراسة تضطي هرمون تدمر صحته فقط بمجرد منك تسوي عليه دراسة أمر غير الأخلاقي أكو بعض الدراسات اللي صارتين هنا المواد هذه هي مواد علاجية يعني يعني كانت تستخدم بالبدال علاج أضافة جنسي بعدين قموا يستخدموها لا حسب عمان وبقية الدول أنا شايفها أكو مراكز تروح حتى ذات يدهر مو هرمون عفوا بروتين تريد تروح تاخذ أي شيء مكمل مثل ما قالت آية فيتامين مثلا مو كيفك تروح مركز أكو يفحصوك فحص كامل يقول لك هذا يحتاج هذا موجود حتى بالعلاقة موجودة تعريف فيتامينات وتشوف النقص اللي عندك وتشوفها الدكتور الدكتور رح يوصف لك الفيتامينات وبجرعات اللي تحتاجها يعني هو مثلا يعني اليوم لاعب الحديد يحتاج فيتامين يختلف عن الإنسان العادي يحتاج فيتامينات أعلى يتعرق مثلا يذب معادن أكثر بوتاسيوم سوديوم كاليسيوم ماغنيزيوم فتحتاج يتعاوضها بجرعات أعلى مو مثل شخص نايم بالبيت ما جاي يتمرن ما جاي معده كتلة عضلية مناسبة فمو الكل يعني نطبق عليها الأمر فقط الرياضيين كما نسمى نطبق عليهم التوصيات الطبية أو توصيات ما شخص ما يستخدم أو شخص ما يتمرن كابتن خلينا نتحدث عن البروتين البروتين يعني أغلب الناس اللي يتمرن بصالة الرياضة يعني أنا ألاحظ أو اللي أنا أشوفه يعني عند اللي موجودين بصالة الرياضة أنهم يومية يأخذون البروتين ما بضرار هو البروتين مصر لبن مستخلص من الحي فأنت بالضبط أن تشربين حليب اليوم إذن ما بي سايد افكت أو أضرار فقط أن التزمين باللي جسمك يحتاجه كل شخص عنده احتياج هاي النقطة أنه أنت أخاف أنه أنت تنطي أكثر مما يحتاجه جسمك جسمك أخير في تعامل لما يزيد البروتين بجسمك يتحول اليوريا وينطرح على طريق البور أو يستخدم كطاقة عاد يقدر يتعامل لكن ما يفضل أن تستخدمه ممكن زيادة البروتين تسبب مشاكل بالحض ليس فقط المكمل لأكد نفسه لذلك لازم يتبع مدرب ولازم يتبع شخص مختص بهذه الجانب عندك شباب تدربهم؟ الحمد لله الشباب اللي مرانيتهم من 2016 بالمجال مرانيتهم كل سنة ننزل بطولات اللاعبين اللاعبين كلهم بدرياء من الصفر كبير من أخذين بطولات اللاعبين على مستوى ماذا يبقى فترة يقدر يوصل النتائج؟ هنا تلعب عامل جينات يوجد شخص من ثلاثة شهر يتمرن إلى سكس باك ويكون شخص سنتيا ويقول هذا ما جاء يتمرن هنا تلعب عامل جينات أكيد المدرب الذكي يعرف كيف يطورك لكن لديك ثقف جيناتك وهي ستحدد ويوصل طبيعة الجسم أيضا تحكم؟ يعني ممكن إذا كان هو يعاني من وزن بس ممكن عنده مشاكل ممكن عنده دهون أو غير هذه الدهون هي اللي ما تقدرين تنزلينها الدهون إلا عبر تبع نظام غذائي تماما فأنت تقدرين تنزلينها أي شخص يقدر ينزل دهون ما عدة شخص أنجحك على عامل البطولات وبناء العضلات هسا شاب يدخل للجيم شنو المفروض يحضر النفس شون يتعامل ويه المكملات شون يتعامل ويه هذه الأشياء ري تنصح لنه أنا بقعت بها بالبداية غلط لازم نشوف شخص فاهم أو مدرب فاهم يحط لك الخطة يعني كيفك أنا تقريبا ثلاثة سنين راحت من عمرو بس أقرأ وأبحث وأدور حتى أعرف لأن معاين تمدرب من البداية بينما معاين تمدرب من البداية كان تقتصر عليها ثلاثة سنين فأول شي تشوف لك شخص صح تعينه هو رح يوصلك النتيجة هو رح يرسم لك الخطة إذا أبواتشل أقبال تتريز تصبح بطل أو تنزل بطولات هو شخص المسؤول عليك هو الشخص اللي تحمل المسؤولية كاملة فلازم تمدرب أول شي ما يقدر واحدة؟ يقدر واحدة بس رح يأخذ منها وقت طويل قلت لك أنا ثلاثة سنين راحت من عمره إيتي بس شن تبحث وأقرأ بس مكلف هذا الموضوع مكلف صحيح مكلف بس بالنوعية هي اللعبة كلها مكلفة يعني شخص أكوي مثلا أنت شخص تنزل بطولات أو شخص جاي تتمرن نفسك مو نفس المصالف هتصرفوها أكيد الشخص جاي تتمرن نفسه أكله عادي دجاج وتمن ما أحد يقذف ما يأكل دجاج وتمن بيض يتمرن فقط هذا ليش مثلا يأخذ منشطات مثل شخص لما تستخدم منشطات التكاليف رح يصبح بعشرة صحيح يعني الشخص القزاكلي يتأهل وعنده بطولات أو يكون هو لاعب أكيد الوضع يختلف عن الشخص اللي يتمرن بشكل طبيعي وما عنده هدف معين هي أكيد المصاريب قلت لش رح تختلف هي المشكلة هي اللعبة مكلفة بكل أحوال يعني حتى لو تحاولين تحدين من المصاري فهموا تطلع رقم محترم من ناتي الشهر هذا الحديث اللي تحدثنا به هو ينطبق على البنات وعلى الشباب أيضا؟ نعم بالضبط يعني ينطبق على كل الجنسين حتى موضوع استخدام منشطات أكو بنات يستخدم منشطات أف موجودة وأكو بناتنا دربتهم كان يستخدمون منشطات صح أكو يستخدمون بحيث يصبح عندهم تحولات بالشكل ما قلت لك إحنا حاليا يبقى هذا هدف يعني هي هدف أنه يصير أفضل أي صح أكو بنات يعني بناتنا نزيل بطولة بطولات كمال أسان بره اللي بكيني لازم تستخدم منشطات هنا هذا الدور ندرب يعني الفاهم والدارس تلك المنشطات وطلع عليك بأقل ضرر ممكن بأقل ضرر بالضبط ماكو طريقة آمنة استخدام منشطات لكن الطريقة آمن شوي نحن كلش نشكرك ونتمنى لك بطولة قوية شكرا شكرا لك شكرا جزيلا لك شكرا لوجدك اليوم ويانا مشاهدينا باقي اليوم كاملين إياكم راح نروح لفاصل ونرجع لكم من جديد رحب بكم مرة ثانية مشاهدينا إلى فقرة فنون جميلة حيث المواهب والفن بمختلف أشكاله المكياج السينمائي فن له مواضيعه ومواده وعناصره الخاصة اللي من خلال أدوات بسيطة يخلق الفنان تعابير معينة وفي بعض الأحيان مؤثرات خاصة وحتى شخصيات خيالية للحديث أكثر عن هذا الفن راح بي ضيفتنا رؤية وجدي أهلا وسهلا بيش رؤية رؤية الحديث عن الفن السينمائي أو المكياج السينمائي اليوم هو صار موجود وكل الأعمال تحتاجه أو كل أغلب التخصصات تحتاجه أريد أعرف منش وقت بلشتي وشنو السبب اللي خلاشت التجهيل اللي فن السينمائي اليوم هو مو سهل أبدا بلشت بي من سنة ألفين وعشرين بدأ أحد كورونا والحضر اللي صار وبكورونا ناس كلها بدعت ترسم وعزيف وكل شيء واسم بصورة عامة يعني بس اللي يجدبني إلى أكثر وخلاني أنه أحبها وأطور نفسي بي أنه مختلف يعني شينو أول شي سويت جرح بأيدي هااااا انتي هم من نوع اللي تسوي انجروح وهي تشيه مو ؟ أيهو جروح وهي تشيه أشيه حالي فأول ما سويته جرح كان بأيدي وكان كل شيء بسيط كانت بمواد أصلا كل شيء بعيدة عن مواد السينمائي صينما وضبط هذا شغلة اللي دم أشوفها حاليا هاي كانت بالهلوين على وجه رسمتي وكان أكو يعني أنتوا يعني الهلوين مالتكم كيفون أيدنا أيدكم هاي وبلشت وامن عنده من هذا الجرح اللي سويته بإيدي وبلشت زي بداية أغلب اللي يرسمون على أو اللي يتخصون عفوا بالرسم السينمائي يفضلون هم يقسمون وقسمين البعض يفضل أنه يرسم على وجهه وما يعرف يرسم على وجه الآخرين بس وذا يبدأ على وجهه والبعض الآخر بالعكس يبدأ على وجوه الآخرين بس على وجهه لا أنا أردى أعرف أنت قبل شوية قلت أنه أنا رسم على وجهي فشلونها علاقتش مع الآخرين هي بالبداية كانت أنه أنا أول ما بديت الرسم على وجهي فتعودت أنه أنا أرسم على وجهي يعني شون إيدي أخذت وسيطرة أنه على وجهي بس بعدين شوية شوية حاولت أنه أبدأ أرسم مثل ماذا نشوف حاليا أخويا أخويا الأطفال اللي عندنا ظلت أرسم عليه ومن حق ما تعودت أن أرسم على وجه الآخرين أيضاً أكيد أكو بها شوية صغير هل هذا حلو أسهنة؟ مو دم أعتقد لا هذا مو دم هذا كان رسم شوية هيتش ايه زين تجميلي انتو شنو قافلين على الدم؟ لا ما هو الدم يعني ما كو رسم يعني هي نوع الرسم هواية بس ما كو رسم أنه يقدر يوصل فكرة الجرح أو الدم يعني على الورقة ما تقدر توصل الفكرة ما لديه زي شاكوا ليش؟ هنا قد نبتعد عن الجرح والدم ما هو تضبط بي أكثر هو حلو يعني هو يعني بس يعني يمكن السبب أنه هو يعني الناس حبته لأنه يمكن أن نشوفها بالأعمال الدرامية أو نشوفها بالأفلام يمكن هذا همينا السبب أنه خل الناس يكون عندها فضول هو هيتش يعني بالمسلسلات هو يحتاج الجروح والكدمات والأثار مال يعني مالات الضرب وهيتش مثلاً عندنا أعمال عنف الأسري فرح نحتاجه فهو أكثر هي حياتنا ترى بها إيمونا الفن مرات هسا أوكي يعني لازم مرات يجسد بعمل فني معين بس إحنا نريد شوية يعني الواقع اللي يمر في العراق خاصة واقع مؤلم صراحة إحنا نريد نطلع من هذا الواقع نريد نشوف ألوان حلوة والسينمائي أنا أعرف وأتابع فنانين أجانب يشتغلون سينمائي بألوان مبهرة وجميلة وشي تريح النفس حتى الأطفال لهم حصة من السينمائي فكرتي تسوي نهي جي خط جديد حتى لو وراء اللقاء لا هو أكيد يعني ماشي يعني أحاول أنه أكون في هذا الخط أحاول أنه أرسم أشياءات بعيدة عن الدم وعندي أنا كم رسم يعني بعيد عن الدم مثلاً يعني هواي هواي من الأصعب؟ الدم ليش؟ لأنه يعني رسم الجروح أنه لازم تجيبها أنه هي الجسم ولازم تكون يعني أدق التفاصيل حتى تبين أنه هي حقيقية أكثر هم سوتي هذه التجاعد وهيش أشياء هم سويتها جربتها مرة فترة يعني جربتها بس أكثر شيئاني حالياً يعني شنت بالبداية ما إلى للدم ما إلى للجروح معجون طماطة بسهولة يعني مفد خطيئة وكل الناس حاسيها أنه هيكي بس معجون طماطة بسهولة بسها كل شيء صعبة أريد أسألك المواد متوفرة بسهولة تقدريت حصلين عليها؟ هي موجودة بس إحنا يعني بلدنا مو بكثرة يعني كل شيء صعوبة أنه نقدر يعني أنه اللي يريد يشتريها بصعوبة يعني يمكن أكو مكان من يشتري لك؟ هو أكو بيج أنتي من يشتري لك؟ أنا رح أجيبهم يعني أنا أشتريهم أو أوصل على حسابك الخاص يعني أنت عندي تشغل؟ لا إحنا أنا طالبة بس مرات من أشتغلها يعني هو أنا أشتغل بهذا الرسم هم يجيك مني؟ أي جاني كم عمل من عندي فأني أشتريهم ومرات يعني من مصروف اليوم يعني أراح أجيبهم من هذا المصروف اليومي وهو منه من بابا أي أكيد من هذا المشكلة أي أكيد بابا إلى الله أنت ترسمين وهو يصرف يعني من مصروف اليومي ومن قلت لك إجتني كم عمل يعني اشتغلتهم حلو والحمد لله إذن أغلب التسوق اللي فهمتها من عج هو أونلاين أي أونلاين مثلا مكان أو متجر مهم يعني كل شيء محددة وكل شيء قليلة يعني عندنا إحنا بالعراق كل شيء قليلة فهي يعني كانت الصعوبة أنا دعرف شنو مفكر أنت بالمستقبل يعني شنو حابة تقدمي للفن السينوائي كل شيء كل شيء يعني أقدر أوصل يعني أنا بنسبة إلي هو الفن ما لا نقطة معينة أو نقطة محددة أو نهاية فهو يعني أنا كل ما أوصل مرحلة أقول إن شاء الله أوصل للأكبر أطمح للأكثر زين هو مؤثر على دراستك على يعني أعمالك الأخرى بالبيت لا يعني أنا إلي وقت ما يقولوا لك أهلك مثلا نيابة شون بالبداية أي عائفة كل شيء ومهتمة بالرسم أي بالبداية أهلي كانوا خايفين أنه طالبة السادس أي والعطلة ما المراجعة فأنا اكتشفتها أقيمت أرسم بي زين فبالبداية أهلي رفضوا يعني أنه دراستي شاشلتها بالدراسة بعديا نتوجهي إليه بس أنا لا الحمد لله وفقت بين الدراسة وبين الرسم ما سويت بالكلية شيء؟ لا بعدني بالتخرج يجوز حبل التخرج عليك هالمرة إن شاء الله حبل التنكرية موعدكم بس ماكو لغوهن أي والله ماكو حرامات يعني ترجع ترجع إن شاء الله على حظي اختصاصك أنت بعيد تماما عن الفن صحيح كلش بعيد معنى أنا كانت أمنيتي أنه أروح أكمل فن ليش ما دخلتي وأنت شنو تخصصت حاليا وليش ما دخلتي فن تخصص حيث محاسبة إدارة واقتصاد بس ما دخلت فن يعني ماكو يعني الشهادة ما للفن عدنا صعبة شوية ما لها مستقبل مثلا فشوية صعبة الهواية أيضا مو قليلة إذا واحد يمكن أيضا يطور هواية فأني كملت محاسبة وإن شاء الله يعني وراء المحاسبة شهادة المحاسبة أدرسها أنا خذتها كموهبة شنو مصادرتش بالفن يعني من ينتخذين هذه الأشياء الأوليات التحديثات تتعلمين الأشياء الجديدة يعني مثلا أنا أشوف قلت عليهم الأجانب أقلب أشوفت فكرة أخذ فكرة من كل فنان وأجمعها أنا على فكرتي هو كل شخص معتكم جروب هنا ببغداد بالعراق يعني هم أفهم محددين عجب يعني أنتوا هواية سأصرتوا المفروض سأولكم جروب يعني محددين مو كل شو هواية وكل واحد يعني بمحافظة كل واحد يعني عدنا هواية بس حلو يصير يعني على أقل هذا التلاقح لأفكار إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله أنه يصير يعني هذا شيء أكيد إحنا نتمنى لكم كل التوفير وشنو حابة إنه الأشياء التي تتمنين تكون موجودة بالمكياج السينمائي ممكن أن أنت تطمحين إنه تتوفر أو تكون موجودة على الأقل المواد بس المواد المواد يعني هواية يعني هسا الفنانين اللي نشوفهم خارج العراق المواد اللي عدهم كلش حلوة ومتوفرة بكمية هواية يعني وأسعارها وأسعارها مناسبة بالخارج هنا هنا بالعراق تجينها بسعر خيالي تجينها بشكل قليل ومو بنفس الجودة اللي موجودة بالخارج زين أكو أكو سؤال هذا يعني لأن صراحة دائما نفكر بي خاصة أحمد هادي يفكر بي هذا السؤال ممكن إنه رتي تضطين صورة للهكر شون يعني؟ يعني تريدين تمثلين هذا شخص هكر شون تضطي ملامح شون تسوي؟ يعني حسب هو الملامح اللي أنا عني شون شكله يعني شون تتخيلين شكل الهكر شكل شخصية الهكر شو تتخيلين؟ يعني عادي كتما أنه تخيلاته يعني هادي هو أريد عارف تخيله شون يعني هادي يعني هاي شي مثلا شون هذي؟ أي تقريبا يعني أنا خلفت فكرة بالي أريدتها جميلة يعني أو بشعة أو هيتشي زين فأني راح أتحكم بيها بالألوان وعلى شمرة إيدي و هيتش يعني كل واحد وإبداعه وطريقه حلو يعني تقدرين تطلعين ممكن شخصيات إذا أحد يطلب من عنده شخصيات؟ يعني كده شخصيات وهيتش يعني هي المشكلة أنه أكو ملامح تساعد أنه أغيرها وأنه أضيفلها ملامح أنه أسوي شخصية ثانية أكو ملامح ما تساعد يعني أكو ناس مثلا يعني شكلهم مختلف إنت هاي كانت معين بالوجوه تقولين هذا إيه والله بالضبط يعني من يشوف مثلا شخص عنده فتشيب وجهه رأس أنا فكر بيها أنه يقدراني أسويها يعني أسقايا شنو ممكن لا 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 شكلها كلش حلو يعني بدون تخيلات أشياء بيهدم الله يخرج لا 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 شكلها ببالله لا يعني شكلها كليش حلو إيه شنو تشتغليها مثلا شنو يا شخصي يأشتغل عليها شخصيات لا يكيد تكون تجميلية يعني على وجه هذا حلو هذا آه زين بلا زين بلا الآن نفس الشتي حانوين كل اللحية ووجهية صدق العنصر الرجالي شنو موقفهم بالمكياج السينوائي أكو يعني تشتغلين على وجه أو ممكن هو يشتغل على وجه أي أكو فنانين هواية رجال عندنا حتى بالعراق عندنا وجههم يعني هما كرجال يشتغلون هذا الرسم على وجههم بس أكيد يعني يخفون اللحية ولي شورهم يعني هذا شرط أنه الوجه لازم تكون مساحتها كلها فارع إلا إذا وظفها بشكل صحي بالضبط لا هو يعني أنه الوجه حتى أنا هسا من أرسم الوجه لازم يكون مثل الورقة البيضة يعني ورقة عدلة بيضة ويشتغل عليها على مد يقدر يضيف التفاصيل اللي هو رأي يلا شنو محضرت إلينا قريبا على رأس سنة عدت شيء؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما هي المشكلة أنه تجي يعني شون فكرة على غفلة تجي صح أنا أقرر فكرة يعني ثاني حد الآن أقرر فكرة ترسم من أجي أفتح للوان أرسمها بلش هوا الخطوات للنص أغيرها حلو أغير الفكرة كلية جدريا تتطور كأنه أي تتطور يعني هي من أسأل شيء أقول لا خلا جرب هذا حيطلعها حي صير اجتهاد تتغير الفكرة إحنا كلش نشكرتش وسعيدين بيتش ونتمنالش كل التوفيق شكرا جزينا نقلتش رؤيا نتمنالش كل التوفيق شكرا مشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم والختام مع الفن وتحديدا من العنصر النسوي أكيد مشاهدين رح نتقيكم يوم غد على نفس الموعد والختام مع بلا مع السلامة اشتركوا في القناة شكرا